مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي اين بتبعى قبل من البداية وما تنسوا اشتركوا لايك الفيديو واشتركوا بالقناة مش توصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة رئيس الجمهورية قيس سعيد يرد على اتحاد الاوروبي ويصدر اوامر رئاسية فيما يخص قبول المهاجرين الافارقة المرحلين من اوروبا الى تونس خليكم معايا بشتفهم الحكاية اكثر كشفت تقارير مشهر موقع دوتشي فيلا الالماني رفض الدولة التونسية اعادة قبول اللاجئين الافارقة من دول جنوب السحراء والذي يقع ترحيلهم من الاتحاد الاوروبي الى بلد العبور بمجب الاسلاحات الجذرية التي اقار لها البرلمان الاوروبي على نظام اللجوء والذي يهدف الى تقليل عدد الوافدين وتسريع الاجراءات اللجوء واتمامها على الحدود الخارجية لدول الاتحاد الاوروبي وقال التقارير ان الحكومة التونسية لا تريد السماح الاشخاص من دول افريقيا الواقعة جنوب السحراء الكبرى الذين هاجروا الى الاتحاد الاوروبي عبر تونس بالعودة الى اراضيها اولا رفض قاطع للتدخل الخارجي اكدت تونس موقفها الثابت برفض اعادة قبول اللاجئين الافارقة من دول جنوب السحراء الذي يتم ترحيلهم من قبل الاتحاد الاوروبي وذلك في اعقاب الاسلحات الجديدة التي اقرها البرلمان الاوروبي على نظام اللجوء وشدد الرئيس قيس سعيد على تماسك تونس باستقلال قرارها الوطني ورفضها لاي تدخل في شؤونها الداخلية مشددا على ان تونس لا تقبل ان يتعامل معها اي طرف الا على قدم المساواة ثانيا الهجرة عباء عالمي وتضحيات تونسية عاد الرئيس قيس سعيد التأكيد على موقف تونس المبدأي في التعامل مع المهاجرين بانسانية رافضا تحويل بلده الى معبر او مستقر الهجرة غير النظامية واشار الى ان تونس تتحمل عباء ظهيرة الهجرة المتفاقمة دون ان تكون مسؤولة عن اسبابها ودعى المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في معالجة هذه الازمة ثالثا انتقادات المنظمات الدولية انتقد الرئيس قيس سعيد المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الهجرة متهما اياها بالاكتفاء بالبيانات او محاولة فرض حلول غير مقبولة على تونس وطالب بتقديم دعم حقيقي وملموس لبلده لمواجهة تحديات الهجرة كما قاعدين تسمع هذه رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الاتحاد الاوروبي ارافض انها تكون تونس نقطة ايوال المهاجرين العائدين من اوروبا معالي كان نقول تحية كبير رئيس الرئيس الجمهورية كل من اخرى عندكم انتو ما بتبيع لو كانت تحبوا تعالقوا فيما يخص الموضوع ذا وهكا نكون وصلنا الى نهاية الموضوع اشتركوا في القناة